السلام عليكم إخواني مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام اليوم إن شاء الله سوف ننهي اللغط حول الكلمات المفتاحية وسأؤتيكم بطريقتين سحريتين لإيجاد الكلمات المفتاحية الأكثر طلبا في أمازون والأقل منافسة وهتين الطريقتين أستعملهما شخصيا وأهتي بهم بمبيعات كبيرة والحمد لله إذن حاول الانتباه أخي الكريم ولا تضيع أي جزئية من هذا الفيديو لكن قبل البداية أود أن أشكر جميع الإخوة الذين يدعمون القناة بالتعليقات وكذلك بمشاركة الفيديوهات الخاصة به وأطلب منكم إخواني لمن لم يشترك في القناة من قبل أن يشترك حتى نصل إلى عشرة آلاف مشترك وأعدكم أنه عند وصول القناة لعشرة آلاف مشترك سوف أقوم برفع هدية لكل المتابعين وإن شاء الله سوف تعجبكم هذه الهدية إذن على بركة الله قبل البداية إخواني نذهب هنا إلى متصفح جديد وهو متصفح مخفي كذلك ثم أذهب إلى أمازون عند دخولي إلى أمازون هنا أختار تغيير العنوان وأختار رمز بريدي لأمريكا خاص بنيويورك ثم هنا أختار الكتب هي التي تهمني فأول طريقة للبحث عن الكلمات المفتاحية إخواني الكرام هي هذه فأول شيء إخواني انظروا معي هذه الاقتراحات التي اقترح عليها أمازون فهي اقتراحات جيدة جدا سوف أقوم بنسخها كاملة في بوك أو في نوت خاصة بي وأقوم بكتابة هذه الكلمات واحدة تلو الأخرى حتى أجمع جميع هذه الكلمات المفتاحية فعند مثلا دخول أي زبون ومحاولة كتابه لهذه الكلمة المفتاحية التي تهمنا كولورينبوس فمباشرة ستظهر له هذه الاختيارات وقد يختار واحدة منها إذن إن أنت كنت قد وضعت أحد هذه الكلمات واخترها الزبون فسوف يظهر كتابك مع الكتب التي تحمل نفس الكلمة المفتاحية أو العنوان إذن إخواني هذه هي أول طريقة لاستخراج الكلمات المفتاحية وهذه الطرق إخواني لن يشارك معك الكثير لأن كل شخص شارك معك هذه الكلمة يقول في نفسه بأنه سوف ينافسني في طريقتي ولن تأتي المبيعات لكن الأرزاق بيد الله ولا تخاف من هذا الشيء أخي الكريم فكلما أعطيت إلا وأعطاك الله خيرا مما أعطيت إذن فلنكمل هذه هي الطريقة الأولى ثم الطريقة الثانية أقوم مثلا هنا بالبحث عن هذه الكلمة وعند الانتهاء أقوم بانتظار دور هذه الأدات التي تأتيني بجميع المعلومات الخاصة بالكتب فعند تحميلها للداتا الخاصة بالكتب هنا سوف ننتظر قليلا حتى أريكم فانظروا معي إخواني إذن لاحظوا معي إخواني البسأر الخاص بهذا الكتب صغير جدا وهو يحقق مبيعات خيالية إذن هذه الأكستنسيون فهي تعطيني هذه المعلومات الكثيرة والمهمة لكل شخص يشتغل في أمازون كدب فلاحظوا معي عدد المبيعات المحققة في الشهر 13 ألف مبيعات يعني شكل رهيب إن أنت اشتغلت فقط وحققت هذه المبالغ في هذا الكتاب فسوف تغنيك عن الكتب الأخرى لذلك أخي الكريم كما أقول وأعيد لا تعتمد على رفع الكتب بغزارة ولكن ركز عن جودة الكتاب حتى لو استغرقت أسبوع في إنشائك الكتاب فالمهم هو أن تعطي لكل شيء حقه ابتداء من العنوان الصغير كذلك مرورا إلى العنوان التانوي وكذلك إلى الديزاين الخاص بالكتاب والكونتنت الخاص بكتابك وكذلك والشيء الذي يهمله الكثيرون وهو سبب المبيعات هو الكلمات المفتاحية التي نتحدث عنها اليوم إذن إخواني حتى لا أطيل الفيديو لاحظوا معي المعلومة الأخرى هو تاريخ رفع الكتاب ما أريدكم أن تركزوا عليه إخواني هو تاريخ رفع الكتاب وكذلك عدد المبيعات يجب أن يكون رفع الكتاب في آخر سنة يعني نحن في سنة 2020 يجب أن يكون تاريخ رفع الكتاب 2020 وكذلك يجب أن تكون عليه مبيعات كبيرة إذن هذا 2018 لا يهمنا وهذا كذلك تاريخ الكتاب قديم جداً إذن هذا في نفس السنة جيد وعدد المبيعات لا بأس به إذن ماذا سأفعل سأقوم بفتحه في نافذة جديدة ثم أقوم بالنزول هنا كذلك هذا في نفس السنة لكن مبيعات منعدمة لا يهمني دائماً ألاحظ التاريخ وعدد المبيعات قليل جداً تاريخ قديم جداً تاريخ قديم جداً تاريخ قديم إذن هذا تاريخ جديد لكن مبيعات قليلة لا يهمني فمن الطبيعي أن تظهر لك هذه النتائج لأن هذه النتائج لكتب قديمة وقد أخذت كل وقتها لتأخذ المراتب الأولى إذن هذا كتاب جديد مبيعات لا بأس بها أحاول أن أفتحها كذلك في متصفح جديد في بوابة جديدة هذا كتاب قديم هذا كتاب جديد مبيعات لا بأس بها ليست به مبيعات إذن هذه مبيعات جيدة لكن يبدو أن أصلاً هذا الكتاب عبارة عن كتاب دو محتوى هذه الطريقة اليدوية يعني تسترخ الكثير من الوقت لكنها مجانية كبداية يجب أن تعلم طريقة الاشتغال وبعدها يمكنك الاستفادة ببعض البرامج فمثلاً أنا أستخدم هذا البرنامج هذا البرنامج عبارة عن إكستنسيون تابع لبوكبولت واسمه KDP Spy فأقوم بالضغط هنا وStart وهو يأتيني بمئة نتيجة هنا وتلك النتائج يعني تعطيني الكتب الأكتر مبيعاً وتوفر علي جهد هذه الأبحاث التي أقوم بها يدوياً لمن يريدوا الاشتراك في بوكبولت سأضع لكم رابط الاشتراك في وصف الفيديو وكذلك كوبون تخفيضي ناقص 20% يمكنك الاستفادة منه أخي الكريم إذن فمثلاً أأتي هنا وأشاهد على الجانب الكتب التي رفعت في سنة 2020 مثلاً هذا الكتاب مبيعات قليلة هذا الكتاب كذلك هذا الكتاب يعني يحقق مبيعات لبأس بها أقوم بفتحه في متصفح جديد من هنا ويمكنك كذلك أن تقوم بحفظ هذه المعلومات كاملة في إكسل بضغطة زر هكذا فهي جميع المعلومات حفظت هنا وبعدها تقوم بالدخول واستخراج جميع البيانات إذن هذا كتاب يحقق مبيعات كبيرة هذا لا بأس به هذا لا بأس به إذن شاهدتوا معي إخواني هذه الإكستنسيون تسهل علي العمل وطريقة البحث سهلة جدا إذن حتى لا أطيل الفيديو سأريكم الآن الطريقة كيف تستخرجون الكلمات المفتاحية فنأتي الآن إلى هذا العنوان وقوم بفتح الورد الخاص بهنا وأقوم بنسخ هذا العنوان أضعه هنا ثم أقوم بنسخ هذا العنوان كذلك يبدو أن هذا الكتاب هو هذا كذلك أقوم بنسخ جميع العنوان الخاصة بهذه الكتب التي كانت تحقق مبيعات أقوم بنسخ جميع العنوان إذن إخواني قمت الآن بتجميع جميع العنوين الخاصة بالكتب المربحة ماذا سأفعل الآن سوف أنزل قليلا هنا ثم أبدأ بالعنوان الأول هذا كتاب خاص بالغولف ما يهمني هو مثلا هنا غولف ABC كولورينبوك فور كيدز والسن إذن هذه كلمة مفتاحية أولى فأنا إن كنت أستعمل كتاب خاص بالغولف سأستعمل غولف إن لم أكن أستهدف كتب كتاب خاص بالغولف فسأزيل الغولف وهذه كلمة مفتاحية جميلة أقوم بالنزول ثم مثلا ABC غولف بالنسبة لمن يستعمل كتب خاصة بالغولف يستعمل هذه الجملة كاملة لكن من لا يستعمل كتب الغولف يقوم بإزالة غولف إذن هذه الكلمات عبارة عن كلمة مفتاحية طويلة فنصيحة لكم استعملوا الكلمات الطويلة لأن الكلمات الطويلة هي التي تؤتينا بالمبيعات فالكلمات القصيرة short keywords فهي لن تفيدكم في شيء إخواني الكرام لكن يمكنكم أن تستعملوا يعني واحدة أو اثنان في إحدى الخانات السبعة الخاصة بالكيوورد لا مشكل إذن هنا انظروا معي إخواني إذن هذه كلمة مهمة جدا easy coloring for kids إذن هذه كلمة مفتاحية جيدة جدا أقوم بالعودة كذلك إذن لاحظوا معي هذه كذلك كلمة جيدة هذه كذلك فلاحظوا معي إخواني فمثلا نحن هنا نتحدث عن حيوانات المحيط فلا يمكنك أن تستعمل أنت كتاب خاص بتلوي الأطفال ومحتوى خاص بالفواكه أو الخضار وتضع هذه الكلمة يعني ليست لها أي معنى فقط تضيع على نفسك حقل من الكلمات المفتاحية إذن سأضعه هنا إن كنت أستهدف حيوانات البحرية إذن إخواني حتى لا أطيل الفيديو فهذه هي الطريقة فنبدأ هذه الطريقة سهل جدا فبما أن الكتاب حقق مبيعات كبيرة إذن فالكلمات المفتاحية التي وضعها الكاتب فهي مستهدفة وكذلك تأتي بالمبيعات هذه هي الفكرة الأولى وبالنسبة الكلمات المفتاحية التي يستعملها الكاتب والتي تجلب المبيعات الأكبر فدائما يضعها في العنوان الأول ثم في العنوان الثاني إذن أخي الكريم فأنت سوف تستخرج هذه الكلمات بكل سهولة وسوف تستعملها كذلك إذن تأخذ أنت الكلمات المفتاحية من عنوين الكتب الأكثر مبيعا إذن إخواني السؤال الآن الآن قد جمعنا هذه الكلمات المفتاحية كيف أقوم باستخدامها فسأريكم إخواني عند أخذكم لهذه الكلمات تقومون بوضعها حسب الأهمية يعني مثلا دارت لي أن هذه الكلمات ستأتي من مبيعات أكثر فسوف أستعملها هي الأولى وكذلك أقوم بترتيب هذه الكلمات من الأعلى قمة إلى الأسفل ثم أأتي مثلا إلى كتابي وأحاول أن أوظف هذه الكلمات المفتاحية فأول كلمة مفتاحية والأهم بالنسبة لنا هي هذه الكلمة المفتاحية التي تكون في العنوان الرئيسي ثم تأتي الكلمات المفتاحية الأخرى أضعها في العنوان التانوي لكن انتبه معي أخي الكريم لا تكون كبعض الباعة الذين يقومون باختيار كلمات من الشرق وكلمات من الغرب يجب أن يكون العنوان متناسق فالمشتري عندما يظهر له بأن العنوان متناسق حتى لو كان قصير فسوف يتير اهتمامه عكس أن تكون كلمة في الشرق وكلمة في الغرب ثم ثالث شيء يجب أن نهتم به هو وصف الكتاب يجب أن يتوفر على بعض الكلمات المفتاحية ثم هناك من يستعمل اسمه كذلك ككلمة مفتاحية أنا لا أفضل هذه الطريقة لكن هناك من يقول بأنها كذلك تأتي بمبيعات عند استعمالك لكلمة مفتاحية خاصة بكتابك ثم آخر شيء يجب أن تهتم به هو سبعة حقول الخاصة بكلمات المفتاحية تقوم كذلك بترتيب الكلمات التي استخلصتها من الأعلى تقييم إلى الأقل إذن إخواني حتى لا أطيل عليكم الفيديو كانت هذه خلاصة ليس هناك أي غمض ما عليك إلا تطبيق هذه الطريقة وإن شاء الله سوف تحقق مبيعات كبيرة جدا وستشكرني إن شاء الله إذن أخي الكريم إن كانت هذه هي أول مشاهدة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد أول بأول وإن ظهر لك بأن هذا الفيديو يستحق الإعجاب فلا تنسى ضغط على زر إعجاب ثم مشاركة الفيديو مع الأصدقاء ودمتم إخواني الكرام في صحة جيدة ووفقني وإياكم الله ترجمة نانسي قنقر